أدانة مصر تعارض قافلة إغاثية تابعة للأونر ومتجهة لغزة لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن هذا الحادث يعد فصلا جديدا من فصول الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني موضحا أن استهداف المساعدات الإنسانية وإعاقة دخولها إلى القطاع هو إمعان في مفاقمة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر